هلا حبايبي بتمنى الكل يكون كتير منيح اليوم رح نتكلم او رح نشوف طرق عزبرج سرطان لها الشهر بتمنى الكل يكون كتير منيح اللي مشترك في القناة يشترك يضغط على زر سبسكراف او زر الاشتراك يعمل جيم او اعجاب او رح نشوف توقعاتك يعني طاقتك الحالية مشاعر الحبيب شو احوالك انت كمان شو رح يصير طاقات عمو طالر شمسي القمري نخليها طاقتك يعني احوالك شو رح يصير وقروت النصيحة طاقتك اول شي انت هلا يعني رغم كل شي يعني رغم انك بيتبين للعالم انك منيح من جواتك كتير منيح انك بخير انك تحتفل انك عايش تمام بس جواتك في حزن كبير بتداري بتداري باصحابك بطلعاتك يعني كل شي يعني بتداري انك حزين من جواتك كمان يعني بتراقب شخص ما يعني على السوشيال ميديا بتراقب شخص ما هاي طاقتك الحالية شو يعني احوالك شو رح يصير نحن نشوف احنا كمان اول شي انت تسلنا انه حقيقة تبهلك هي ممكن شاكك ان شركك في علاقة طولتها ممكن هاي الخرق المرتبطين بس لو طلعت مع الطاقة المفصلة انا اقول لكم طاقة هاي طاقة المفصلة بس احشوف انت بتستنى في حقيقة تظهر لك رغم انك متأكد من ان الشرك بيحبك بس بتشاكك في شي معين شاكك انه ممكن الشريك شريك شريك الشريك اللي انت معها حاليا بتشك يعني ممكن يعني بيتواصل مع شريك جديد او هيك يعني شي هيك يعني عندك خوف انك تنكسر يعني قلبك ينكسر بس مش سني حقيقة تظهر لك حقيقي انت مش سني يعني عيز سني يعني حق حقيقة ما تظهر لك بس رح بتشتغل على شي بتشتغل على شي في الصمت يعني ما قال حدا عليه ممكن انك بتشتغل هلا على شي او الحبيب يشتغل على شي وتحس انه بيد عليك لشان هيك بتحس ان الحبيب بعيد عليك ومن هيك يعني بتقول ممكن يعني الشريك بيغضرني يعني حسسته بيد وهيك وهذا يعني الشيء اللي بتدور في دماغك بس راح تجيك فرصة ما راح تجيك فرصة عمل يمكن يمكن فرصة عمل انت بتراقب الشخص ما بتراقبه يعني شوف يعني هيك والشريك بيراقبك بس هادي قراءتك انت لسا راح نشوف قراءت الشريك يعني بص يعني عيونه بيشوف يعني باري مضاعو كل شي بس عيونه رايحة لشخص ما يعني بتجسس على شخص ما ممكن انت علي يمكن بتشكل اه ان انه حبيبك عنده علاقة سولاتية ممكن راح نشوف انك ما شفت الشك اه حبيبك عنده علاقة سولاتية ايه يعني بتفكر وتفكيرك معلق ومشتت كتير بتقول هذا الشخص هادي يعني بتشوفه كأنه راجع لشخص من ايادة تفكيرك واحساسك يعني انت راح نفتح الكارت بتاعتي الشريك نحن اخد توضيح كمان على الكارت فيجو 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 يعني تستنى الشمس تطلع لك يعني تستنى شمس تظهر لك تظهر لك الحقيقة انت بدك تعرف الحقيقة بس تستنى الحبيب بايد عليك كتير بدك تعرف حقيقة ما يعني بتفكر كتير بتستنى الشيء اللي انت حال يعني زرعتها تحصدها هلا بس يعني راح يجيك من غير الشخص اللي انت معاه راح يجيك من غير الشخص اللي انت معاه راح يجيك ان انسان يعني مكتمل يعني مادين وحلوة كتير بس انت من ضدك ياه انت بس بدك تعرف الحقيقة لو عرفت الحقيقة راح ترتاح يعني هلأ تفكيرك في انك تعرف الحقيقة وانك ترتاح شوفك كمان زعلان يعني يعني الكرت بيزد بيأكد لنا كمان يعني نفس الناس بتبايلهم طاقتك في الاول بتبايل انك فرحان وكل شيء بعدين بيجي هاتق يعني جواتك ولما يجي الليل يعني بتبكي انت جوتك في حزن بس مداري بس عندك طاقة استشفاء استشفاء من شيء تحاول تسيطر على مشاعرك بدك الحقيقة يعني بدك الحقيقة ولما تعرف الحقيقة بدك ترعب يعني ممكن بتشوف ان الشريك يعني عقله وانه بعيد ممكن هالشريك ما بيعني يعني ما بيخونك ولا عنده علاقة ثلاثي يمكن بس انت بتشوفك انه عنده علاقة ثلاثي وبدك ثلاثي الحقيقة ايه تمام بدك تعرف الحقيقة بدك تسيطر على مشاعرك بعدين لما تعرف الحقيقة بدك ترحل نبعرف ليش طلعت لها الطاقة بس راح نشوف كمان هالحبيبي يعني بيه عنده علاقة ثلاثي او لا بس احاخد توضيح كمان بس هناك تواصل يعني هناك تواصل ترك الاشياء اللي جرحتك بس هناك تواصل يعني التواصل راح يكون هناك تواصل راح يكون يعني فيه الصراحة يعني راح يقول لك الصراحة هلأ راح نروح لنصيحتك نصيحتك يعني خد يعني كل الحيطة والحذر من اشخاص حولك يعني بدها تسرق منك شيء يعني بتسرق منك شيء ما راح يزعله ولا ايش يعني يسرقه وكمان يعني راح يوش متوفيك ضد بالك من الناس بدك تفرح يعني بدك تفرح من كل قلبك وان شاء الله راح تطلع الشمس راح تطلع الشمس ورح تشرق ورح يكون كل شيء راح تطلع الشمس وتشرق ورح يوضح لك كل شيء بالك يعني كل شيء الحقيقة راح توضح لك عندي هون انك راح تطلع الماضي ورح تفل راح تمشي همت علي هاي هاي طاقتك هلأ النصيحة يعني النصيحة يعني كل شيء بيوجعك اتركوه فل ما تتمع ولا حكي اختار اول شيء لازم تختار راحتك انت راحتك النفسية يعني لازم انت تكون مرتاح هلأ حبيبي راح نروح للمشاعر الحبيب نوايا تقط الشريك الحالي هلأ راح نروح تقط شريكة ورح نشوف اذا اذا هلأ هو يعني بفعلا عنده علاقة سولتي راح راح نشوف حبيبي راح نشوف راح نشوف زي الانسان يعني عنده علاقة شريكة ورح نشوف زي الانسان يعني عنده علاقة سولتي راح نروح حبيبي اللي موم الشريكة يعمل الشراك اصفى يعني عاوزة يعني ما تطلع عن نفس الطاقة لازم يعني فرنة الورقة كتير منيح هلأ طاقة الشريك حبيبي مشاعر الحبيب او الشريك نوايا القراءة القراءتكم انتو كان جميع الطاقات كان برج الجوزاء وبرج الثور ثقوت هذا الشريك يعني ممكن يكون في التقلة الحالية اللي عنده يعني سريح زيب عن اللزوم يعني ممكن استراحة تكون تجرحك بعض الاحيان سريح كتير هذا الشخص يعني في طاقته الحالية. هو طاقته الحالية بيحس كأنه هو كمان سرق من عنده شيء. بصدق يعني تقريبا هذا الكرطة اللي كنتو كمان. طاقته الحالية يعني كلامه مقاصي شوي. جاف يعني جاف تعامله. بيحس كطاقته حاليا بيفكرك عمو بنسرق منه شيء. رح نشوف مشاعره. مشاعره حاليا. يعني بصراحة هذا الشخص مشاعره حاليا. بيشوفه يعني قاعد ما عم يعملها كمان شيء. ممكن قاعد ومستني فرصة. قاعد ومستني شغل. قاعد مستني شيء يعني شيء يصير. قاعد ومستني فرصة. ممكن اكتري فرصة يعني قاعد ومستني فرصة مادي. فرصة تجيه من العمل. قاعد يغير عمله. منشان هيك يعني ممكن هذا الشخص يعني يكون. منشغل في العمل. منشان هيك بتشوفوا انه مو معاكم ما بتحسوه. ها اخد كمان. سراحة بشوفه هذا الشخص.